وزارة الصحة والسكان أعلنت عن توفير 20 مليون أرسل علاج البلهرسيا للتجهيز لبدء المراحل الأولى والثانية والثالثة من خطة الوزارة للقضاء على البلهرسيا بنهاية عام 2022 بإجمالي مستهدف 6.9 مليون مواطن بعشرين محافظة اعتباراً من الشهر الحالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الوزارة كانت أكدت أنه سيتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهرسيا واللي بيتم تحددها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية المرحلة الأولى من خطة الوزارة انطلقت أول الشهر الجاري وبتستمر لحد يوم 8 أغسطس بتستهدف المواطنين في محافظات كفر الشيخ والدأهلية والأليوبية وبيتم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة في الفترة من أول شهر سبتمبر وحتى 5 أكتوبر في محافظتي الشرقية والبحيرة ترجمة نانسي قنقر